هاي كيف كنت؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفية الى برج العذرة رح حاول احكي فيها عن مشاعر الحبيب نواية والى ما ستقول علاقتكم كذلك رح اتحدث عن العزيب عزي برج العذرة رح نشوف اذا اذا في شخص جديد بحياتكن رح يدخل رح نشوف هل في رجوع شخص من الماضي او شو بيتلع لك بالورق كمان ما تنسوا تعملولي لايك وسبسكرايب القناتي تدعموني بالكومنت كتير بحب ان اقراك الكومنتيات تابعكن كذلك بدي اقول انه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع اذا حسيت القراءة ما بتنطبق عليك حاول تشوف فيديوية تانية حاول تشوف البرج الطالع او القمري كذلك في احتمالية انه تكون القراءة عكسية كل ما نشرك في القراءة شخص اخر كل ما كانت احتمالية قراءة عكسية هدا كل شي بدي اولو رح بلش ببرج العدرق بداية تانية برج العدرق ام شوفك مبتعد عن الحبيب في كتير كروت بيعنا الابتعاد اللي هي العربة تاني الابتعاد والسفر وكذلك حتى ستة سيوف عم شوفك عمل ما بتحكي مع الحبيب ممكن كذلك هو عمل ما بتحكم مع بعض عم شوف كون زعلانين من بعض في كتير زعل بهذه القراءة عم شوف كذلك حتى حتى الحبيب عمل ما بيحكي معك يا برج العدرق ام اتنينات قنزة علانين من بعض ام ام عم شوف الحبيب كذلك كأنه بده بداية جديدة ام يبدأ بحياته خلص كأنه بيفكر انه انتهيت القصة ام وبده ام يشوف حياته من من جديد اوكي خلص بيشوف على انه هذه العلاقة ام لا تنفع لانه ام ممكن كتير كنتو عم تتخصمو يا برج العدرق انت بالحبيب وعم شوفو خلص يعني وصل لمرحلة بيقول هذه نهاية هذه العلاقة ام في كتير زعل بهذه القراءة عم شوف كذلك حتى مشاعره فيها ام ام مانا ثابتة حاليا عم شوفو كتير زعلين وعم شوفو ام ام حتى لو حكيتو مع بعض او ام كان في لقاء بيناتكن كل واحد رح يقول كلام جارح للاخر لانه في تجريح بعيناتكن ام كذلك عم شوف ام من ناحيتك انت يا برج العدرق عم شوفك ام كتير زعلين كتير ام من اهر كأنه خلص حتى انت ام استوفيت واكتفيت من هذه العلاقة ام حسيت انه لا تلزمك ابدا ام لبعض من برج العدرق بحس انه بدون ينتقموا من هذا الشخص بدون انتقام مو بس حتي ام يتكلموا معه عم شوفك عم تراقب الحبيب عم تحكي معه عم شوفك كذلك ام بدك انتقام يا برج العدرق كأنه هذا الانسان جارحك كتير وكذلك عم شوفه هو مجروح جدا ومقافل كلي الابويب عم شوف كذلك ام ممكن لبعض من برج العدرق ما كنت عم تحب فيه انه ما كان عم يعني يتصل فيك ما كان عم يراسلك ما كان عم يحكي معك كأنه كان مهتم باشي تهمه اكثر وبتجيب له استقرار اكثر وكان هامل يعني الحب هامل مسألة الحب وهاملك انت كذلك وممكن هذا كده يعني هذه المشكلة جعلتكن انتو خلاص تذكروا ابويب بعض وما تحكوا مع بعض كذلك عم شوفك انت يا برج العدرق كنت عم تحب فيه على انه دائما متجدد دائما عنده طاقة حلوة ازا بده يعمل الشيء بيعملوا بفرد مرة يعني ما عنده تأخرات ما عنده تسويف للشيء بيعملوا بسرعة كذلك كأنه كان كنت بتحسه انه يعني مشتعل بالحب ممكن كان بعبرلك بالحب بشيء من الشغف وشيء من كأنه كنت بتحس انه بحبك عن جد لأنه كان كأنه شعلت نار عم شوفك يعني الطاقات اللي عم تطلع عندي هون عم شوف برج الاسد برج الميزين عم شوف كذلك برج العقرب حتى برج الدلو بشوفه بهذه القراءة بس تقريبا كالطاقات حتى برج الجدي بيطلع بهذه القراءة عم شوف كذلك على انه يا برج برج العدرق كنت عم تحس على انه هذا الانسان هو المناسب كنت تدعو الله انه تكونوا مع بعض بس كأنه بحس انه لم يكن بقدر القيمة التي اعطيتها هي برج العدرق كذلك هم شوفوه كذلك ما كأنه ما كان بحب فيك على انه انت انسان حسيس انسان شاعري انسان جميل وكان ما بحب كذلك على انه ممكن التفلسف عليك زيادة ممكن برج العدرق بحب الثقافة بحب العلم وبحب انه يكون كل شي مقنن عنده ممكن كان عم يشوفوك انه عبارة عن فلسفة زيادة ما كان بيشوفوه شي يعني شي مهم كذلك عم شوفوك يا برج العدرق او الشي اللي كان بحبو فيك على انه كنت عم تسايرو بكل المواقف كنت دائما متجدد معه كنت دائما تسامح لما لما يزعلك دائما انت شخص سموح تسمح له كلمة يعني زعلك عم شوف كذلك على انه انت خلص انتهيت العلاقة خلص هذه نهاية العلاقة ما بدك انه ترجع لبعض ولا في مية ترجع ابدا كذلك عم شوفو يعني بيشوفها لانه هذه العلاقة انتهيت خلص بالنسبة لالك ولا الو عم شوفكن وصلتوا لمرحلة ما عم شوفي رجع ابدا يعني مستقبل العلاقة عم شوفكن يعني في جاستس في عدالة اذا هو ظلمك عم شوف انه العدالة ستاخد لك حقك يا برج العدرق اذا انت ظلمته يعني العدالة رح تاخد له حقه لهيك انا بقول ما تعملوا يعني ما تخلقوا كارما الكارما هي اذا انا عملت شيء مش حلو ستعود الاشياء مش حلوة لعلي لهيك انا بحاول انه اقول للناس ما تعملوا كارما سيئة اذا حتى ظلمك بالعلاقة ما تسبوا ما تاخد قرار سيئ تجاه هذا الانسان لانه مع الوقت رح تنسى هذه العلاقة بس الكارما رح تعود ورح تأذيك مع شخص اخر لهيك انتو لازم توقفوا الكارما السيئة لازم تفكروا بشيء من الاجابي حتى لو جرحك خلاص هذا الانسان لا يناسبوني مش رح رد كرامتي ولا شيء يلا با يروح ورح ابكي يوم يومين وبعض اياه رح انساه ياما تعرضنا لا شيء كتير سيئة بالحياة ومرت ويعني بترجع عادة مش يعني مش نهاية الحياة لهيك ما تخلقوا كارما سيئة لا تعود لا القن عم شوف العادية اللي رح تاخد مجراها يا برج العذرة كذلك عم شوف للناس اللي اللي العزب اللي بينتوزروا قدوم شخص جديد بحياتهم عم شوفكن حاليا عم تنتوزروا وباتكن شخص هيك يعني كل مره بتحلموا فيه بترسموا شخصيته كيف باتكن يه بس بس حاليا انا ما عم شوف ابدا انو في شخص جديد بشهر يناير رح يدخل بعلاقة معكن ابدا ما بشوف انا بشوف حاليا انتو كأنو في يعني تحلموا اكتر بهذا الشخص رسمينو بتتمنوا انو يجي لحياتكن بس بهذا الوقت ما عم شوف ابدا في شخص بحياتكن حتى الكروت او نصيحة التاروت عم شوف ابدا انا في شخص بس مو بشهر يناير رح يجي شخص لحياتكن ممكن يكون من بعيد من مكان بعيد عندو منصب عالي ممكن حتى يكون برج الحمال وعندو منصب عالي قيادة كذلك وعم شوفكن يعني رح تكون في اول ما تلتقي بهذا الشخص رح تحس بنجدب عالي نحوه وحتى هو رح ينجدب اليك بتحس انو ما فيك تفترق ابدا بهذا الشخص هذا الناس العزيب عم شوف يعني مستقبلا او بالشهور الاتية ممكن يكون شخص بهذه المواصفات رح نشوف نصيحة الوراكل كاردز شو بتقول لك يا برج العدرة عم شوف نصيحة برج العدرة انو كأنص ستأتي يعني عدالة يعني هايدي يعني متلا يعني رح يكون عدالة من الكون من المحيط من العالم رح تأتيك عدالة كمان عم شوف هون يا برج العدرة لانو في دعوة اا لا تستسلم لقوة عليا كأنو ما تقاوم ابدا التهيير يا برج العدرة اذا في تغيير حاول تتماشى معه كمان عم شوف انو كأنو هاد الاوراق على على فكرة انو بشوف انو هاد الوراقي كأنو تحصيل حاصل لاشيء عملتا اا قبلا اوكي اا لانو فيها يعني شيء متويرت كأنو شيء رح تحصل عليك كنت عملته من السابق اذا انت كنت عامل اشيء سيء مع هذا الشريكة او كنت اا ما كنت عم تعمل كارما حلوة رح تحصد اشيء سيء وكذلك اذا كنت عم تعمل اشيء حلوة وكنت عم تقدم اا وكنت عم تضحي بهذا العلاقة وما شفت منها الا السيء عم شوف انو في كارما جيدة رح تحصل عليا ورح يأتيك النصر لهك هاد دعوة انو تستسلم اا لقوة عظمى يعني ما تقوم التغيير حتى لو التغيير ما حبيتو هادا التغيير سيكون لصالحك انت يا برج العدراء وكمان هون فيه في مساعدة من الكون مساعدة من الرب اا كمان هون في تغيير كومبليت لي بالحياة بحياتك انت بعقلك بتفكيرك بعم شوف فيه تغيير سيحصل لبرج العدرة سواء بالعلاقات حتى ممكن هذي الكروت مو بس بالعلاقات ممكن حتى بحياتك انت يا برج العدرة بتمنى انه كون حاولت انه انه اتحدث ولو بنوبدة صغيرة عن شو بيحصل لك ولا هيك انا بتمنى انه انه تعملوا الى like و subscribe لا قناة وا شكرا لكم